اشتركوا في القناة نقوص الخطر دق مرة أخرى ارتفاع الحالات بزياد ما هي أسباب ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد نينتي نعم طبعا تحذيرات وزارة الصحة والأطباء والعملين بالمجال الطبي صار لها أشابيع يعني مولدة اليوم واللحظة وكانوا يرون طبعا ويتوقعون أن حالات الارتفاع راح تزيد وتوصل لهذه المرحلة نحن الآن وصلنا إلى تسع حالات وفاة للأسف اليوم ومنها طبعا إضافة إلى 133 حالة في العناية المركزة هذا أعتقد أنه مؤشر خطر الحمد لله ما وصلنا أنه يفلت من السيطرة لكن هذه الأرقام العالية نسبيا أتوقع أنه مؤشر خطر المفروض الآن تدفع بالناس إلى أنه لا يوقفون الناس الغير ملتزمة الناس اللي قاعدة تمارس حياتها الطبيعية ولا كأنه فيه وباء صاير وموجود في العالم كله أتوقع الآن الآن الأوان أنه يتوقفون وآن الأوان أنه الجهات المختصة تمارس دورها الرادع حق الذي غير ملتزم دكتور مع ارتفاع عدد الحالات والدخول إلى العناية المركزة هل هذا سبب استهتار الناس بعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية منها التباعد الاجتماعي أو أنهم قاعدين يتعرضون للاختلاط والتجمعات هل هذا هو السبب الرئيسي لعودة ارتفاع الحالات نعم صحيح طبعا نحن أول شيء عشان ما لا نقول بس عندنا هذا بالعالم كله الآن العالم بذات في الدول الأوروبية سجلت أرقام غير مسبوقة حتى في الموجة الأولى بحيث أنها رسميا ادخلت في الموجة الثانية بعض الدول مثل فرنسا وغيرها وضعت الآن حضر تجول على المدن الكبرى فأحد هالأمور أن الناس كانت ملتزمة في البداية الآن البعض منهم من طول القيود وعدم الخروج وعدم التجمعات ونحن شعب طبيعة حياتنا اجتماعية يعني ما نستغنع على الزوارات وعن التجمعات هاي تشكل شيء أساسي بحياتنا لكن الآن أتوقع أن هالتجمعات هذه الكبيرة بالذات التجمعات الكبيرة دون اتخاذ التدابير الاحترازية اللي هي رغم واحد لبس الكمام رغم اثنين الحفاظ على مسافة آمنة والطبعا الشيء الثالث اللي هو الاهتمام بنظافة اليدين واستخدام المعاقمات بشكل دوري اعتقد دون استخدام هالثلاث أمور راح تستمر الحالات في الارتفاع نعم دكتور يمكن دائما نحن في مساء الخير وكل وسيلة علامية مسؤولة نسعى أن نأخذ المعلومة من الجهات الرسمية نحترم التخصصية في كل مجال على حد هنا في المجال الطبي بعملية نسبة وتناسب كيف ترى يعني نسبة التزام الناس بالاشتراطات الصحية وأيضا التباعد الاجتماعي من وجهة نظرك كطبيب متخصص نعم طبعا الحمد لله طبعا في النساء أنا برأي شخصي أنه يمكن الأعمل أغلب ملتزم لكن هنا القلة هذه مؤثرة يعني عدد غير قلي قد شكل أقلية وليست أكثرية لغير المستهترة لكن قد تأثر على الكل يعني يمكن الشخص قد يكون هو نفسه شاب ويمكن مناعته زينه لكن ما يلتزم ينقل المرض إلى شخص آخر قد يكون كبير بالسن عنده بالبيت ويؤدي إلى هذا الشخص يتعرض حق مضاعفات وخيمة أريد أن أركز أكثر على ما الذي لم يلتزم كل عارف المستهتر والغير ملتزم على الناس الذين هم ظاهريا ملتزمين أو يعتقد أنه ملتزم لكن لا يلتزم الالتزام الكامل أو الالتزام الصحيح يعني على سبيل المثال التداء الكمام يلبس الكمام لكن هو لا يلبس الكمام بالطريقة الصحيحة ما في شيء يسمى كمام أنا منزله منخليه يكشف فقط يغطي الفم وجانب من الوجه ويكشف الأنف طريقة نزع الكمام لمس الجهة الأمامية من الكمام أعتقد هذا أحد الأمور لما حط الكمام هو يعتقد أنه أنا عندي سيفتي لبس القفازات الغير مبرر في بعض الأماكن يعطيه إحساس زائف بالأمان فهؤلاء أو الشخص الذي في مجال عمله يكون ملتزم طول فترة العمل لكن يقول ما كمان أنا مع زميلي أشرب جاي وقهوة هل استثنات البسيطة ممكن تأثر يعني واحد ملتزم طول فترة العمل بعدين يقعدون لمدة ربع ساعة مثلا يشربون مثلا بعض المشروبات الساخنة الجاي والقهوة ويعتقد في غير نفس أن أنا ملتزم إذن هذا العملية عدم الالتزام الصحيح أتوقع هذه تأثر نعم دكتور نحن يمكن بعد شفنا إعادة استخدام الكمام يعني نشوف الناس بعد ما تخلص من الكمام أما أنها تعلقها في السيارة أو أنها تحطها يمها بطريقة غير صحية وتريد تستخدمها مرة ثانية فياريت لو توجه رسالة حق المشاهدين بما يخص هذا الموضوع نعم بالنسبة حق الكمام هذا هو كمان حتى مكتوب على الكمام يستخدم لمرة واحدة فقط يعني عدم استخدامها مرة ثانية غير آمن فبالتالي الشخص أيضا لما ينزع الكمام لازم ينزعه من الحلقة التي حول الأذن التي تكون غير ملوثة لا يمسكها من الجانب الأمام في الطبقة الزرقة يرمي في إذا عنده مثلا جيسة بالة صغيرة يحطها فيه لا يجعله يقطعه في أي مكان فيه ناس عندهم أيضا رمي الكمام في الشوارع وبالأماكن هذه يعني أعتقد هذا قاعد يعني ممكن لشكل خطر حتى على عمال النظافة وعلى الناس الآخرين نعم يمكن دكتور بين الإنفلونزة العادية وأعراضها وكوفيد 19 في تطابق نقول السواد الأعظم من المضاعفات هنا وهناك الإنفلونزة لكن لو نتحدث دكتور عن تنشين وزارة الصحة لحملة التطعيم الموسمية الإنفلونزة من وين نبدأ أول شيء بالفعل أتفق معك هناك تشابه كبير بالأعراف ارتفاع درس الحرارة ممكن حتى فقط حاصلت شام آلام بالجسم الكحة وما إلا ذلك فكلينيكيا ما نقدر نفرق بين الأثنين إلا يمكن بالمسحة وممكن حتى الإنسان يكون مصاب بالمرضين في آن معن بالنسبة حق الحملة التي هي حملة سنوية كل سنة قاعد تسويها وزارة الصحة تبدأ في شهر أكتوبر وتستمر طوال فترة الشتاء إلى نهاية واستنفاذ كميات الطعوم يمكن هالسنة في شوية استعدادات أكثر من غيرها فرضها أن الرغبة في تطعيم أكبر عدد ممكن من الناس فإن شاء الله كمية الطعومات راح تصير خلال هالموسم هذا يعني أكثر من الضعف أكثر من الضعف الكمية كم ماذا عن الكيف مضمون هالتطعيم شنو نعم التطعيمات راح تكون تحتوي على التطعيمين تطعيم الانفلونزا الموسمية هالسنة ولأول مرة بالكويت راح يكون التطعيم الرباعي الكوادري فييلنت اللي هو يحمي من أربع سلالات كل سنة كان يتطعيم من ثلاث سلالات هذا تطعيم يديد يعني بالعالم اكتشفه أو تم انتاجه سنة 2014 أفوا والآن هالي أول مرة بالكويت هالي أول موسم وبالتالي سيعطي حماية أكبر راح يوفر حماية من أربع سلالات هي الأكثر شيوعا حسب ما تتوقعها مراكز المراقبة والرصد التابع منظمة الصحة العالمية راح يغطي سلالتين من فيروس الفلونزا A وسلالتين من B بالإضافة إلى التطعيم الثاني اللي هو تطعيم الالتهاب الرئوي لكل عارف أن مرض الفلونزا الموسمية كل سنة يتسبب بشكل مباشر أو غير مباشر في وفاة حوالي نصف مليون شخص مرض التهاب المكورات الرئوية يتسبب في يمكن وفاة مليون ستمة ألف شخص سنويا نعم دكتور بما يخص تطعيم الالتهاب الرئوي هل هذا مخصص لفئة معينة ولا كل الناس تأخذه أو هو فقط مثلا اللي عندهم رابو أو أمراض تنفسية نعم طبعا بالنسبة حق مرض أو تطعيم النيموكوكل أولا هو بالكويت الحمد لله من 2007 كل الأطفال صار تطعيم روتيني إجباري حق الكل كل يهال من مواليد 2007 فما فوق ما أخذين التطعيم هذا بواقع أربع جرعات الأمر الآخر بالنسبة حق الكبار هناك فئات معينة يعني يوصى بأن تأخذ تطعيم هذا أولا مثلا عندنا مرضى الأمراض التنفسية كالربو وغيره مرضى السمنة المفرطة المدخنين يعني بإفراط الناس اللي مثلا عندهم اختلالات في وظافة الكلة واعتلالات في وظافة الكبد ممكن يأخذون التطعيم بعض الأمراض القلب حتى الناس اللي مثلا عندهم أنيميا الخلايا المنجلية اللي هي السكلس الأنيميا اللي عندهم مثلا يسوون أو عملوا عمليات زراعة قوقعة الأذن وفي أيضا في لستة بعض الأمراض هذه وأيضا ينصح الأصحة فوق الخمسين سنة حتى لو لا عندهم أي مشاكل صحية يأخذون التطعيم طبعا بالإضافة إلى الطواقم الطبية لأن الأكثر عرضة ممكن تتعامل مع مرضى يفضل أن يكون عندهم التطعيم التطعيم الموجود حاليا هو يحمي من 13 نمط من أنماط المكورات الرئوية هي أكثر الأنماط التي تسبب معظم الإصابات بالتهاب المكورات الرئوية نعم ما زلنا في التطعيم دكتور عبدالله يعني البعض يتفق والبعض يختلف البعض على دراية والبعض على جهل ولكن هنا نحطها في ملعب أصحاب الاختصاص دكتور هناك من يعيد التطعيم وهناك من يرفض التطعيم كبوسطاء خنقول غير مدركين وعارفين هل في أثار إيجابية للتطعيم لمقاومة الأنفلونزا ذكرت أنه في أربع أنواع طبعا هل أربع أنواع سلالات أنواع من الفيروس نفسه والفيروس يتغير كل سنة السلالات التي تنتشر في الجو تتغير سنويا بالتالي التطعيم يتغير بالنسبة حق الأثار الإيجابية حق التطعيم لا هي لا تعد ولا تحصى ومؤكدة يعني مثلا نطرح أمثلة على مرض الجدري مرض الجدري كان في أوروبا يعني في القرون الوسطى يعني يؤدي إلى وفاة أكثر من 400 ألف شخص سنويا الآن هذا المرض انتهى خلاص مرض سلال الأطفال كانت الحالات يعني عدد كبير جدا منذ إدخال التطعيم بنوعي الفموي والحقن شلال الحقن وشلال الفموي أدى إلى انخفاض كبير الآن في دول قليلة تسجل يمكن ثلاث أربع دول بالعالم فيها حالات جلال الأطفال يعني تم الغضاء عليه بشكل كبير مرض الحصبة أيضا يعني بأمريكا دخل بالستينيات قبل الثلاثة وستين كان عندهم 800 ألف حالة حصبة سجلت في أمريكا بعد دخول التطعيم بثلاث أربع سنين بالسنة خمسة وستين أو ثمانية وستين لقوا أن عدد الحالات انخفض في أمريكا إلى ثلاثة وعشرين ألف حالة يعني حد بشكل كبير من الكثير من الأمراض المعدية طيب مربعنا الأول الحملة حملة التطعيم أثرها الإيجابي على الإنفلونزا طبعا أنا يمكن أثار في علاقة ماذا تقصد علاقة مع كورونا يعني التطعيم الإنفلونزا من خلال هذا التطعيم يعني الجمهور اللي قاعد يتابعنا الآن وأنفسنا يعني أمانة في أثر إيجابي لما أخذ التطعيم أنا وريالي مثلا في أثر إيجابي يكون سد ويقايم بعد الله عز وجل نعم أكيد طبعا هو يعني في نسبة حماية التطعيم من 60 إلى 80% حسب طبعا حالة صحية للشخص وعمره وعوامل أخرى لكن نسبة حماية مقبولة ويعتد فيها الأمر الآخر هي تحد من دخول المستشفى للكثير يعني مثلا ممكن مريض السكر بالذات الناس اللي عندهم عوامل اختطار هذالي الأكثر عرضة للوفاة والمضاعفات الوخيمة ودخول المستشفى فهني راح تقلل من دخولهم للمستشفى الحوامل أيضا لقوا أن المرأة الحامل حينما تصاب بالفلونزة راح تكون أكثر عرضة للإجهاض أكثر عرضة لأن يكون الطفل مثلا بولادة مبكرة الجنين وأيضا يكون وزنة قليل أقل من الوزن الطبيعي في حالة إصابتها بالفلونزة لأن المرأة الحامل يتغير طبعا الرئتين في تغيرات أثناء الحمل بالرئتين بالجهاز القلبي وأيضا بجهازها المناعي التأثيرات الإجابية أنا الحين في الوضع الحالي مع كورونا هذا يعني جدا مهم لأن نحن عندنا طبعا نحن نحافظ على نسبة إشغال المستشفيات نحن نحافظ على المنظومة الصحية نحن كل سنة في فصل الشتاء سواء بالأطفال أو بالكبار نسبة كبيرة من الناس اللي تدخل المستشفى بسبب أمراض المرتبطة بفصل الشتاء والأمراض المعدية اللي من أهمها الانفلونزا والالتهاب الرئوي هنا أنا إذا كثرت من التطعيم أو طعمت أكبر نسبة ممكنة من السكان هنا راح أقدر أنا أقلل إلى حد كبير من شنو دخول المستشفى بالتالي أحافظ على المنظومة الصحية وبنفس الوقت أحمي هؤلاء المرضى لأن دخولهم للمستشفى ممكن يعرضهم إلى مخاطر الإصابة بأمراض معدية أخرى من أبرازها حاليا يمكن كوفيد 19 الدكتور نبي نوضح نقطة يمكن الناس وعيد قاعدين يتكلمون فيها خاصة مع حملة التطعيمات يقول لك أن بعد التطعيم الناس تحوشهم الفلونزا ويتعبون بعد التطعيم هل هذا الكلام صحيح أم أنه مثل ما تقول إشاعات أو أنه ممكن أن الشخص تصيب الانفلونزا ولكن بأعراض أقل نعم خلينا وضح بالفعل هذا المفهوم يمكن قد يكون مفهوم مغلوط أو غير دقيق ما بيقول غلط غير دقيق أولا البعض يصيبهم الزكام أو فيروسات أخرى ممكن يعني الآن غير اللي تطعم لأن الفلونزا لا يحمي من الزكام ممكن تحوش أعراض الآن كوفيد 19 اللي هي أعراضة شابة مثلا فالفيروس أو التطعيم يحمي من الأربع أو أهب السلالات من اللي تسبب الفلونزا هذا أرغم واحد فممكن يحوش نزلة البرد اللي تكون أعراضها أخف ويمكن التفريق بينها بالأعراض ما تكون أعراضها قوية مثل الفلونزا الأمر الآخر ممكن يصير معه في الفلونزا لأن الفترة اللي التطعيم لما نأخذه الجسم نفسه يتفاعل معه أحتاج أنا إلى 14 يوم تقريبا عشان أكون مناعة فخلال هالأربعة عشر يوم من أخذ التطعيم ممكن الإنسان يكون معرف للإصابة ما يكون الأحد الآن عند المناعة هذه فممكن شخص بعد أربع أو خمس أيام من أخذ التطعيم يلقى فيروس الانفلونزا ويصير مع المرض وهو يربط بالتطعيم يقول التطعيم يا أنه غير مفيد أو أنه سبب فلذلك نحرص على أن الناس تأخذه في فترة مبكرة قبل دخول فصل الشتاء وتغيرات الجو نعم دكتور عبد الله ما قبل الجائحة غير وأثناء الجائحة غير ويأتي اليوم بإذن الله الذي نقول ما بعدها الجائح يا رب العالمين لا فاقدين ولا مفقودين الزيادة والإقبال في موسم الشتاء أو في حاملة التطعيم التي تنظمها وزارتها صحة هل تتوقعون هناك إقبال من الجمهور أو السكان مثل ما تفضلت لها الحملة لا بالعكس كان فيه إقبال كبير ويمكن فوق المتوقع يعني نحن توقعنا متوقعين أن هناك عدد أكبر من الناس ستقبل التطعيم لكن كان العدد كبير يعني وفوق التصور ولكن كان فيه استعدادات من الوزارة هالسنة تمت مضاعفة حقيقة المراكز التطعيم نحن في كل عندنا بالكويت تقريبا 34 مركز صحة وقائية يعني منتشرة في عموم محافظة الكويت هذين المراكز الوقائية وللعادة تنحصر فيها تطعيمات الفلونزا أو تطعيمات الشتاء هالسنة تم مضاعفة العدد بحيث أن يصير عندنا في المستوصفات والمراكز الصحية تقريبا 66 مركز صحي في الفترة الصباحية نعم وبالفترة المسائية 27 مركز أي الخفارة يطعمون الفلونزا طبعا بالإضافة إلى توفير التطعيم في المستشفيات طبعا حق العاملين حق المرضى التي نزلها أو الحالات الخاصة التي نحولها حق المستشفيات أيضا المستشفيات العامة متوفرة فيها فرح نحن أكثر من 70 مركز نعم نعم دكتور الآن أكيد الكثير من المشاهدين ناودهم أنهم يعخذون هذا التطعيم فياريت لو تدليهم شون الطريقة هل يتوجه إلى مستوصف منطقته وشلون طريقة أيضا أخذ موعد التطعيم نعم طبعا نحن من ثباب الأقبال الشديد المتوقع وأيضا بنفس الوقت رغم أن هذا الشيء يفرح لا أرى أن الناس مزدحمة عليه لكن بنفس الوقت مع حرصنا على تكريس التباعد الاجتماعي معنا بالناس بعد تكون تتزاحم بالمراكز الصحية بحيث يؤدي إلى زيادة مخاطر أو عدو انتقال مرض كورونا فاللي صار الآن أنه تم تنظيم المواعيد أخذ المواعيد الإلكترونية عن طريق موقع وزارة الصحة ممكن الشخص يأخذ الموقع طبعا أنت صار في تنظيم أنه يصير موعد كل خمس لقاية إذا سمحت لنا دكتور نقول لك هاتيكم العافية حضرتك وخوانك وشكرا لغبولك دعوتنا وإن شاء الله تصل الرسالة كل الشكر الدكتور عبدالله بحبان طبيب الصحة الوقائية بمركز عبد الرحمن الزيادة الصحي على مشاركتك معنا فاصل وراجعين